هنقول لأخبارنا هنبتدي منتخب كرة اليد الحقيقة اللي بيقدي أداء جاي جداً كان آخر مباراة مباراة البحرين الحمد لله فزنا فيها واستطاعنا الحمد لله أن احنا نتصدر المجموعة ليه تصدرنا المجموعة؟ لأن الدنمارك وكرواتيا تعدلوا فإحنا كده إحنا المتصدرين المجموعة يتبقى لنا مباراة مهمة بكرة بإذن الرحمن مع فريق كرواتيا فريق أوكرانيا أنا آسف إحنا بكرة هللاعب الدنمارك أنا آسف كله كاف كله دخل في بعض أنا آسف هللاعب الدنمارك الدنمارك يتعادل مع أوكرانيا وليه إحنا كسبناه؟ كرواتيا إحنا بكرة هللاعب الدنمارك الدنمارك مهم جداً ما تشهل إيه؟ لو تعادلنا مع الدنمارك أو كسبنا الدنمارك ناخد بطولة يعني على رأس المجموعة ونتجنب ملاقة السويد في قبل النهاية طيب لو إحنا لقدر الله يخسرنا من الدنمارك بكرة الفريق العنيد إحنا في الحالة دي هنقابل السويد في دور التمانية فمباراة بكرة مباراة مصرية جداً طبعاً سوداسي منتخب اليد منتخب اليد والسوداسي الأهلاوي بيقود المنتخب وبيقدوا أداء جاي جداً لهم عبد الرحمن حمايد أحمد خيري محسر رمضان مهاب سعيد إبراهيم المصري أحمد عديد دول السوداسي بتاعنا وبالمناسبة اختام البطولة يوم 29 فإحنا خلاص إحنا بنتكلم النهاردة إحنا يوم 22 يتبقى أسبوع لعني التدخل دلوقتي على يعتبر اعتبر مباراة المباراة اللي جاده دور الستاشر اعتبرها هي مش دور الستاشر بس اعتبرها كده وبعد كده عندك دور التمانية لو تجنبت ملاقات السويد هتلاقي فرقة يعني أقل فنيات فتقدر تكسب لعني السويد صاحبة الأرض والجمهور لعني البطولة بتتلاقي في السويد وبلندا تاني احنا عندنا مطش الدنمارك بكرة والدنمارك تاني المجموعة تعادلت معها أو كسبت فانت أقل المجموعة فإذا هي مباراة مهمة جدا جدا كل التوفيق ودعواتنا ودعوات المصريين كلها لمنتخب كرة اليد اللي يقدر يا ربي حقق مديلة وليه لا ده يعني انت ان شاء الله الدنمارك اتعادل مع كرواتيا اللي انت بتقول يعني فرق أجامدة احنا كاسبين كرواتيا فرق تسعة فانت معندكش أزمة تقدر والسويد تقدر تكسبها بس لين اختار الطريق الأصعب لما في ايدينا ناخد طريق أسهل هو ده الفكرة كل دعواتنا مع منتخب مصر الرجالة منتخب مصر كرواتي رد اللي دايما عاودونا يا برجالة